موسيقى موسيقى الحمد لله تعالى أن جاء هذا اليوم الذي تحقق فيه أو سيتحقق فيه هذا الإنجاز بعد مدة طويلة من العقبات المفتعلة من العقبات التي تم افتعالها كان المفروض هذا المشروع ينطلق منذ سنوات عديدة ولكن للأسف الاهتمامات كانت مركزة لا على المشاريع التي يطالب بها المواطنون ولكن على المشاريع التي يعمل الكثيرون على إجهاضها ولكن سنتصدى بحول الله وبفضل إرادة الشعب لكل هؤلاء الذين وقفوا سداً أمام إرادة الشعب ولكن الشعب سيحقق إرادته وهذا الجسر جسر اليوم تم وضع الحجر الأساس ولكن سنعبر عن طريق هذه الجسور التي ستبنى وفي كثير من المناطق وسنعبر أيضاً على جسر تاريخي من مرحلة إلى أخرى حتى يعبر الشعب التونسي من اليأس والأحباط إلى العمل وإلى الرجاء وإلى الأمل